بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي لمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد والذكرى 11 لثورة الخامس والعشرين من يناير في برقيته أعرب رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس عن الخالص عن خالص الطهاني لمناسبة ذكرى عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير مشيرا إلى أن تذكر شهداء الشرطة الأبرار الذين راوعوا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر والذين يتواصلوا عطاؤهم ولم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن كما أكد رئيس مجلس النواب أن الرئيس سيسي وقف مع الشعب في فترة ولت نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرق وصد عنه مطالع الفتن وأدرك بحسه الوطني منذ أن تولى قيادة مصر أن خطابه يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراره يجب أن يقاس بمصلحة مصر فأعطى جهده لإعادة بناء الوطن كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة متقدما بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فدفعوا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ترجمة نانسي قنقر